في ظل تضارب الأنباء حول انتشار مرض ينفلونز الخنازير في معظم محافظات الجمهورية اليمنية وأعداد الوفيات والإصابات بالمرض تظل الوقاية خير من العلاج ذلك بالتعرف على الأعراض واتباع الإرشادات الصحية والسلامة تضاربت الأنباء مؤخرا حول انتشار مرض إنفلونز الخنازير أو ما يهرف بالإنفلونز الموسمية H1N1 والذي لا يختلف كثيرا في أعراضه عن أعراض الإنفلونز العادية والتي تنتقل عبر إصابة فيروسات الإنفلونز للخلايا التي تبطن الأنف والحلقة والريئتين في ربيع 2009 انتقل المرض للسلالة البشرية وأدى فيروس H1N1 إلى إصابة الجهاز التنفسي بها لينتقل المرض من خلال عدة طرق منها التعرض لسعال وعطس المصابين ملامسة الأدوات والأسطح الملوثة بالفيروس التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة أعراض الإنفلونز الموسمية ارتفاع درجة الحرارة ألم في العضلات قشعريرة سيلان في الأنف احتقان في الحلق إسهال وقيء وغثيان وللوقاية من الإصابة يرجى اتباع التالي غسل اليدين بشكل دائم بالماء والصابون تناول السوائل الدافئة تجنب لمس الأسطح التي قد تحتوي على الفيروس الابتعاد عن الأماكن المزدحمة تغطية الأنف والفم بالكمامات عند العطس أو السعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر